اشهد دكتور محمد الدعمر الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال لقائه برئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اشهد بمبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي شكلت نموذجا يحتذا به على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تمكين الشباب بمختلف المجالات لدعم الشباب البحريني والعربي الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أكد أيضا أن الاهتمام والدعم المحدود الذي تلقاه الحركة الشبابية من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والرؤية الثاقبة لجلالته مكنت الشباب البحريني في مختلف الميادين ليكون الشباب حاضرا في مختلف المناسبات التي عززت من مكانة المملكة وريادتها في مجال تمكين الشباب مثمنا دعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز التواجد الشبابي البحريني في العمل الحكومي ترجمة نانسي قنقر